فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بمناسبة هذا الحديث حديث عمر ورغة التوقع أحيانا يسمع المسلم برامج تنصيرية من بعض الإذاعات والمحطات هل لها هذا الحكم نفسي؟ هذا لا يجوز إلا لمن عنده علم يريد الرد عليهم الاطلاع على ما هم عليه من الباطل من أجل أن يرد عليهم لا يجوز إلا للمختصين الذين يريدون نقض ما عندهم والاحتجاج عليهم أما العامي وأما المبتدي وأما الذي يستمع ولا ينكر فهذا لا يجوز له ذلك العامي تحديدا في الشرع ممكن يكون طبيبا أو مهندسا؟ كل من لا يعرف الأمور الشرعية فهو عامي ولو كان من أحذق الناس في الطب أو الهندسة أو غير ذلك رب عالم في فن عامي فن آخر كون عالما بأمور الدنيا لا يسمى عالما يسمى بما يسمى من اختصاص طبيب مهندس طيار وغير ذلك